عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة موقف اجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد كما تابع مدبولي في اجتماع اخر مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية هذا قد شهد مدبولي مراسم توقيع اتفاقية لدراسة انشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد كما ناقش مع مسؤولي شركة فالكسفاجون افريقيا ملامح دراسة انشاء المجمع معاربا عن تطلع لبدء المشروع في اقرب وقت ممكن في اطار مواصلة الخطوات التي تتخذها الحكومة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات والهيئة الحكومية تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد في اجتماع حضره وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس هيئة البريد ومسؤول البنك حيث تمت الاشارة الى انه سيتم توقع بروتوكول تعاون ببنود واضحة تسهم في حل التراكمات القديمة بما يعزز دور هاتين الجهتين في تقديم الخدمة المتنوعة ولمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج التروحات الحكومية عقد الدكتور مدبولي اجتماعا حضره محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية وقطع الاعمال العام واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تسعى بشكل مستمر لاتخاذ الخطوات والاجراءات التي من شأنها ان تسهم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة بمختلف مراحلها وصولا لتحقيق الاهداف المرجوة من خلال التعاون والتنصيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب لتعزيز مستويات كفاءة الشركات المملكة للدولة وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحكمة بما يضمن الحيادة التنافسي لتعظيم العائد على الاصول المملكة للدولة من جهة اخرى شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن انشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق برسعيد المشروع يوفر 2100 فرصة عمل مباشرة وما يزيد على 4000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية ويجذب استثمارات بحوالي 240 مليون دولار وعلى هامش التوقيع اكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة المصرية تحرص على تعزيز توطين صناعة السيارات داخل اراضيها معاكسه الاعلان الرسمي عن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات اي اي دي بي في يونيو 2022 بهدف تعزيز القيمة المضافة المحلية وزيادة حجم الانتاج وتعزيز الاستثمار وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات ولمناقشة الملامح الرئيسية لبدء الدراسات الخاصة باقامة مجمع لصناعة السيارات متعدد الاغراض في منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع صندوق مصر السيادي عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومارتينا بنا العضو المنتدب ورئيس مجموعة فولغسفاجين افريقيا ورئيس الرابطة الافريقية لمصنع السيارات ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من اعضاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات حيث اعربت مارتينا بنا عن تقديرها لبدء التعاون مع مصر مشيرة الى انه بمجب الاتفاقية الجديدة سيتمكن منتج المكونات الاصلية من تعزيز وجودهم في منطقة شرق بورسعيد واوضحت ان شركة فولغسفاجين افريقيا تسعى الى تعزيز وجودها في مصر وافريقيا بالكامل حيث تمتلك ثلاثة مصانع لتجميع السيارات في كل من كينيا ورواندا وغانا ايماني توني التلفزيون المصري